تان الثاكري للشيخ الدكتور جمال المركبي والرحمة الغراء بالخيرات تأتينا كن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا ومعولنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد ولكننا من جهلنا قلى ذكرنا كما قل منا لله التعبد الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أحبتي في الله منهج الحق منهج الحق منظومة كتبها نظمها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله هذا الرجل كان آية في الفقه وفي العلم وهذه المنظومة اجتملت على أقسام التوحيد وعلى بعض الأخلاق التحلي بالأخلاق الحميدة والتنزه عن الأخلاق الرذيلة والذميمة بدأها رحمه الله بقوله فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصده نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد ونشهد ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرده فلله كل الحمد والمجد والثنى فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد بدأ حديث بدأ حديث في العقيدة الحقيقة أنا أريد من هذه القصيدة أن نقف مع الأبيات التي نظم فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الذكر التي قال فيها وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويقلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعيد وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد لكان لنا حظا عظيما لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد وختم القصيدة بقوله وسربك التوفيق والفوز دائما فما خاب عبد للمهيم يقصد وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد هذه القصيدة هي منهج للحق فعلا فيها عقائد صحيحة تحدث عن العقيدة السلفية الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة في أبيات شديدة اختصار ثم تحدث عن الأخلاق المحمودة والأخلاق المذمومة لنجتنب الأخلاق المذمومة ونتحلى بالأخلاق المحمودة وختم بالصلاة على النبي الهادي المهدي إلى نهج الحق إلى سبيل الرشدي ولكن مع الأبيات الأربعة عشر التي تحدث فيها عن الذكر نرى المعاني الجليلة التي تكلمنا في بعضها وسنتكلم في بعضها الآخر على مدى حلقات هذا الشهر الكريم وكن ذاكرا كن يا عبد الله من أهل الذكر من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لوقت الله ذكر مقيد لا في أذان ولا إقامة ولا وقت صلاة ولا وقت موسع ولا وقت مضيق كل وقتك تستطيع أن تستغله في ذكر الله فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا تخفي ومعلنا حينما ترفع الصد بالذكر بالأذان بالتكبير بالتسبيح فذكر الله فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقة والهم عنك ويطرد يزيل عنك الهموم وسنتكلم عن هذا إن شاء الله ويطرد عنك الشقاء ويطرد عنك الشيطان فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقة والهم عنك ويطرد ويقلب للخيرات دنيا وآجلة يأتيك بالخير في الدنيا ويأتيك بالخير في الآخرة وإن يأتيك الوسواس يوما يشرده الذكر يطرده الذكر يقصيه يحميك من الشيطان الرجيم فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرده سبق المفردون ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وأوصى معاذا يستعين إلهه يطلب من إلهه المعون رب أعني يا معاذ بن جبل والله إني لا أحبك قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى معاذ وقال وأنا والله أحبك يا رسول الله فقال يا معاذ بن جبل لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد وأوصى لشخص قد أتى لمقالة قد أتى لنصيحة وقد كان في حكم التعبد يجهد بأن لا يزال رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإثلام قد كثرت علي فأمرني بأمر أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلدوا يعني في الجنة يبقى المؤمنون هذكرون الله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الجنة ليس فيها صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا أي عبادة الجنة ضر نعيم لكن يبقى التلذذ بالذكر التلذذ بالذكر الله سبحانك اللهم وبحمدك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وأخبر أيضا وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تم هدو من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة إي والله قولوا معي سبحان الله وبحمده أنا قلتها غرست نخلة الآن إذا وافيت الجنة إن شاء الله أجد هذه النخلة قد غرست بهذا التاريخ يقولون لي غرسناها لك في التاريخ الفلاني حينما قلت سبحان الله وبحمده فكيف إذا قلتها في اليوم مائة مرة وألف مرة وإذا أكثرت الله أكثر وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تم هدو ولهذا ختم هذه الأبيات بقوله ولو لم يكن في ذكره غير أنه سبيل إلى حب الإله ومرشيده ذكرنا يحببون في الله أنا مع ربي إذا ذكرته وهو معي كذلك إذا أنا ذكرته ألم يقل ربي أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني إذا تحركت بيش فتا الله سبحانه وتعالى يذكر عبده وأخبر أن الله يذكر عبده الله يذكر عبده كما أن العبد يذكر ربه ولو لم يكن في ذكره غير أنه سبيل إلى حب الإله ومرشيده وينهى الفتا عن غيبة ونميمة بدل من اللي سنشغل في الغيبة وشغل في النميمة وشغل في اللغو وشغل في الكلام الفاضي وشغل في الكلام الفارغ أشغله بالذكر أشغله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ولو لم يكن في ذكره غير أنه سبيل إلى حب الإله ومرشيده وينهى الفتا عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسده لكان لنا حظ عظيم يبقى حظنا من الذكر عظيم لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد ولكننا من جهلنا قل ذكرنا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد لو علمنا لو عرفنا لأكثرنا من العبودية لأكثرنا من التعبد لو عرفنا لأكثرنا من الذكر لو عرفنا لمن قطع اللسان أبدا عن ذكر الله اللهم اجعلنا بفضلك ومنك وكرمك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا من الذاكرين الله كثيرا يا ربنا يا مولانا بفضلك ومنك وكرمك وتوفيقك وهدايتك واقبل منا وأعطنا على ذلك أحسن الفضل وأحسن الأجر وأحسن الجزاء أنت مولانا أنت ربنا أنت ولينا نعم المولى ونعم النصير وصلي إلهي على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وكل من سار على طريقته وهديه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مطيبه فذكر إله العرش سرا ومعالنا يزيل الشقى والهم عنك ويطردو ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشر